تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفامت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم نرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بنصابير وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوق سألهم خزنة ألم يأتلك النبي قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من فلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من لسقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات ويقبط ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نبيه مبين فلما رأوا هذر فتنسي أتحجوه الذين كفروا وقيل هذا الوذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أذلكني الله ومن معي أو رحمانا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم ضورا فمن يأتيكم بماء معين